بلعب في المنتخب ورجل كان له اسمه فياريت يكون مكان عبدالله السعيد ويعمل مجهود أكتر من الأول على سبيل دراكتها تتوب عليها الحمد ونادينا لنادي عظيم وربنا يوفاه إن شاء الله بحب جابتن صباحة جمعة جداً وشايف أنه هو من أحسن اللعبة اللي موجودين في مصر ويكون في أفريقيا من أول يوم جي في الأهلي كنت نفسه نوع يكمل وشايف أنه هو يعني بحسن اللعبة في مصر أتمنى أنه هو يستمر في النادي الأهلي وأتمنى أن الموديد الفني ركز عليه صالح يا جمعة عايزينك ترجع زي زمان وتعود عبدالله السعيد وتثبت من أنت لعب موهوب صالح جمعة لعب جميل ولعب صنع لعب جميل ولازم بعد حسام غالي يكون صالح جمعة إن شاء الله بوقع يعني الفترة الجاية دي إن شاء الله بإذن الله كده بدأ التمرنات وبدأ يلتزم والدنيا تبجابيلا معه إن شاء الله الفترة الجاية دي أنا يبقى لعب جميل وإن شاء الله ربنا يأثر الأمور الفترة الجاية دي أولا هو من أفضل لعبين خط الوسط في مصر بل الوطن العربي كله وخاصة أنه هو المكان بقى شارد حتى مع المنتخب مصر مش مع الأهلي بس وكابتن صالح جمعة من اللعبين المميزين جدا جدا وعليه مهمة كبيرة جدا أولا هو أفضل من جاء في خط الوسط بعد أبو تريكا وهو هيعوض فعلا مساحة كبيرة جدا في خط النص للناد الأهلي وطبعا الالتزام أهم شيء وإن شاء الله سيوفق بشكل كبير وإن شاء الله الدول للأهلي بإذن الله العيب كويس جدا في خط النص وإن إحنا كلنا بنحبك وكلنا وراك ومنشجعك ونفضل وراك وشد حيلك كده وإن شاء الله كل حاجات تبقى كويسة هو العيب كويس جدا ولازم يشتغل نفسه شوية وإحنا عايزينه يرجع ونحبه جدا كابتن صالح جمعة نجم كبير جدا في الناد الأهلي طبعا المستقبل بالنسبة له جاي محتاجينه جدا إحنا كجماهير منتخب مصر كلها بغض النظر عن الناد الأهلي بقولون أنت صبح جمعة أنت مستقبلك جاي سيبك من كلام الناس ورد عليهم في الملعب المنتخب يحتاجك بردرة جاية دي فطرتك تقدر ترد علي الناس ويريت الرد يكون في الملعب الكابتن صالح جمعة لعيب كبير وعنده إمكانيات وعنده موهبة فحرام أن هو ما يستغلهاش وبقول له يا كابتن صالح الجمهور مستنيك والمنتخب مستنيك والنادي مستنيك تعال على نفسك شوية وما تفوتش الفرصة امسك في الفرصة بإيدك وإسنانك عشان بعد كده الفرصة ما هي ما بيجيش الله مرة واحدة يا صالح وانت لعيب كبير وموهوب ونتمنى ان احنا نشوفه في أحسن مستوى ممتاز جدا ومفروض تاخد فرصتك دلوقتي لان وسط النادي الأهلي مفيش لعيبة متمركزة اللي تتعود عبدالله السعيد أو محمد ابو تريكا فصالح جمعة مفروض يمسك في الفرصة بتاعته وهو لعيب مهاري جدا وإن شاء الله خير سنينك ترجع عقاكم يا كابتن وعايزين نشوف فيك تريكا وعبدالله السعيد كابتن جدا وعايزين ترجع زي الزمان وتقدم لنا حيات جديدة وتبقى معينا كويس إن شاء الله مفيش لعيب في الأهلي خد الفرص دي كلها معتقدش ان فيه لعيب في الأهلي خد الفرص دي كلها لكن ايه عشان عدوا حبنا لي وقفين ورب صالح جمعة أحسن لاعب صانع ألعاب في مصر كلها بس يلتزم ويكون راجل في الملعب ويكون خليفة ابو تريكا إن شاء الله أتمنى أنه هو يرجع المستويق ويقدم يعني كورة كويسة لي بالنادي الأهلي أكيد هو خد درس كويس وأكيد هيعرف لوقتي قيمة النادي الأهلي وإن شاء الله يرجع المستويق هقول لكابتن صالح جمعة ربنا يوفاهه بقى الساحة دوته مفتوح عبدالله السعيد ماشي هو دوته اللي موجود فإحنا أتمنى فيه خير اللي هو بقى يلتزم عكس الأول وربنا يكرمه معنا نحنا أتمنى خير للأهلي وهو دي فرصته بقى هو ما عندوش حجة ربنا يوفاهه إن شاء الله ويلتزم ذلك أنا إن شاء الله يقوم مع الأهلي إن شاء الله أتمنى أن الكابتن صالح جمعة يرجع لمستويق تاني ونشوفه في الملاعب تاني ويجبع يعني لمصلحة ناديه ونادي الأهلي عشان إحنا قلنا وراء فريدة نحنا صالح جمعة مش يعني مش رعف نجيبه زي وتاني خالص لو دورنا في أي حتة مش نجيبه حد تاني زي صالح جمعة فيريت أساسا يعني هو يبقى فيه التزام ما بينه وبين النادي الأهلي لو التزم صالح جمعة هيبقى أحسن لعيب مش عايز أقولك في متألي في أفريكا خالص يعني وفي العالم كله يعني لو صالح جمعة مفوط بيلعب في دوري أوروبا يعني بس يركز في التمارين ويركز إن شاء الله إن شاء الله يبقى أحسن خطوة السمواجم في مصر إن شاء الله وفي أفريكا كلها إن شاء الله